العاصمة عدن تشهد انطلاق اللقاء التشاوري الوطني الجنوبي محافظ حضرموت يتفقد منفذ الوديع البري ويناقش آلية تطويره وتحسين خدمته المقدمة للمواطنين ومعالجة أوضاعه والفريق الحكومي يؤكدوا الساداده لانخراط باجتماعات ملف المحتجزين في موعدها المحدد التقى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللوائين محمود الصباحي وفيصل رجب بقصر معاشيق في العاصمة عدن وفي اللقاء هنى الرئيس اللوائين الصباحي ورجب بالحرية ولم يشملهم بعائلاتهم وجدد التهنئة لرفيق دربهم اللواء ناصر منصور هادي عكفة الأبطال المفرج عنهم مؤخرا بعد سنوات من الإخفاء والتغييف في سجون الميليشيات كما واشاد الدكتور العليمي بالصمود وصبر القائدين الكبيرين أمام تعنت الميليشيات الحوثية مؤكدا أن حرص الدولة على تقديم كل الرعاية والدعم لأبنائها المفرج عنهم من سجون الميليشيات في كل مكان استادفت ميليشيات الحوثي معدات تشق طريق الكدحة تعز بقصف نفذته طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأوضحت الحكومة أن استهداف المعدات سيعرقل العمل في المشروع الذي يهدف لتخفيف حدة الحصار على محفظة تعز منذ ثمانية عوام وأوضحت أن هذا العمل الإرهابي يؤكد مضي الميليشيات في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورغم دعوات وجهود التهدئة ووقف الحرب انطلق الصباح اليوم اللقاء التشاوري للمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية برعاية من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المزيد في هذا التقرير برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس السبيدي وتحت شعار من أجل جنوب جديد يجسد تطلعات شعبنا الجنوبي في الاستقلال واستعادة الدولة والتعزيز قيم التصالح والتسامح ووحدة الصف انطلق اللقاء التشاوري للمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية لنحيي بإقلال الجهور الكبير التي بذلها فريق الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج والذان خاضى مارثونا طويلا من اللقاءات والنقاشات مع مختلف المكونات الوطنية الجنوبية أدابة الجليد وحققت توافقات حول معظم الغضايا والأطروحات مثمنين أيضا تعاطي الجميع الإيجابي والمسؤول مع فريق الحوار مع فريقي الحوار وحرصهم على إيجاد أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها للعمل وفق القوازن المشتركة بين الجميع في الحقيقة الحوار الوطني الجنوبي هو أساس متين للمستقبل الجنوب وهي أساس الشراكة للمستقبل الذي نطمح إليه نحن في المجلس الانتقالي بدعوة الأخ الرئيس المجلس الانتقالي للنظر للمستقبل لتلائم الصف لوحدتنا جميعا نحو مشروعنا الوطني الجنوبي الذي نسب إليه جميعا وهذا هو الأقل شيء أن نقدمه لكل التضحيات التي قدموها الشهدان اللقاء التشاوري ضم أطيافا جنوبية مختلفة يوحدها الهدف الذي يسعى الجنوبيون إلى تحقيقه في استعادة الدولة المستقلة كاملة السيادة ويستمر اللقاء التشاوري ثلاثة أيام اللقاء التشاوري هو باكورة وثمرة أولى لانتائج العمل فريق الحوار الذي استمر على مدى عشرين عام في أكثر من بلد وفي الداخل بدل فريق الحوار الجنوبي جهود كبيرة وتواصل مع كل المكونات والشخصيات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني اليوم يعقد اللقاء الأول وهو ليس الأخير وإنما اللقاء التشاوري تنبثق عنه بعض النتائج طبعا اليوم أول جلسات الحوار الجنوبي وجنوبي نحن هنا نمثل محافظة المهرة بجميع شرائحها مع أخواننا من جميع المكونات والطيافة والمجتمع المدني والشيوخ والعيان إن شاء الله نكون عند حسن ضمن أبناء المهرة في طرح قضيتهم ومضلوا بيتهم في أي حوار سياسي جنوبي جنوبي ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الحوار الجنوبي جنوبي هو حوار نابع من القلب لأبناء الجنوب هذا اليوم نعده عرصا قنوبيا لأول مرة يلتقي فيه القنوبيون في يوم أغر لأنه بصراحة ما حصلش في التاريخ الجنوبي إن التقى الجنوبي من كل المختلفة ومشاربهم السياسية والمختلفة إنهم يلتقوا في هذا اليوم البهي اتجاهات الحوار التشاوري تتمثل في مناقشة الرؤية السياسية لإدارة المرحلة ومشروع الميثاق الوطني الجنوبي وإقراره وإقرار اتجاهات أسس بناء الدولة المستقلة وكذا إقرار الضوابط الأساسية للتفاوض من أجل جنوب يتسع لكل أبنائه انطلقت هذه المشاورات التي ستستمر مستقبلا حتى الوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق تطلعات الجنوبي صالح حنش ألغدو المشروع عادا هذا وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري أنه ما كان مستحيل أمس بات ممكن اليوم وأضفوا أن الحوار الجنوبي جاء لتوطيد وحدة الصف وحشد الطاقات لخدمة الوطن الجنوبي اليوم التاريخي يوم 4 مايو يتكرر اليوم هو يوم اللقاء التشاوري بين أبناء الجنوب ويجمع كل الطيف الجنوبي ونتمنى أن نخرج بخرجات طيبة على مرحلة التحرير والاستغلال وجمعنا الجنوب وقلبنا واحد على الهدف الجنوبي الواحد تحت قيادة الرئيس القائد عدرس بن قاسم الزبيدي اليوم نحن يدشن المجلس الانتغالي الجنوبي مرحلة قديدة وهمة بحول استعادة الدولة الجنوبية باستدعاء جميع الأطراف الجنوبية إلى البيت الجنوبي الواحد ونشكل من هنا انطلاقة حقيقية لاستعادة دولتنا الجنوبية والتي نظرنا عليها على فترات كثيرة واليوم يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى هذا الملتغى اليوم تشكل بصمة تاريخية في تاريخ الجنوب عندما نعزز اللحمة الوطنية وهي تتويقا على عمل مكتف قام به فريق الحوار الوطني الجنوبي منذ عامين والأمانة هذه ترسم خارط لمستقبل الجنوب المزدهر الحمد لله أنه في هذا اليوم المبارك برعاية فخامة الأخ عيد الروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس انتغالي الجنوبي ينعقد اللغاء التشاوري للأحزاب السياسية الجنوبية والنظمات المجتمع المدني ونتمنى من الله عز وجل أن يكون لغاء مثمر ويخرج بأشياء ملموسة على أرض الوغا تعزز الوحدة الجنوبية الحوار هذا مهم جدا وهو حدث تاريخي ويجب أن نكون حريصين كل الحرص على نياحه لأنه يمثل التلاحم الجنوبي وكل المكونات الجنوبية تتحد في هدف واحد حول دولتهم المنشودة هذا الحفل أو هذا الاجتماع المهم التشاوري ما هو إلا ما تحدث به الرئيس القائد عيدروس بيدي طوال السنوات الماضية حول أن الجنوب قادم على أن يكون جنوبا واحدا يتضمن إجماع كافة القوى والمكونات السياسية على كامل التراب الجنوبي جينا اليوم ملبين هذا النداء لأبناء الجنوب عامتهم أن يتحدوا ويتفقوا على رأي واحد وكلمة واحدة لما هو خير لأبناء هذا الوطن الغالي العزيز على قلوبنا دعوة لها مئة كبيرة جدا بأنها قامت بجمع هذا الذي فيه في الكبير من الشخصيات الاجتماعية والماشطين والسياسين والحوقين والمرأة والشباب من أجل التفاهم والحوار في بعض القضايا التي تهم الدول الجنوبية تهم رسم الخطوط ورسم قطة الطريقة لساعدة الدول الجنوبية اليوم اللقاء التشاوري للمكونات الحزاب السياسي الجنوبية هو يأتي في سياق هذا التراكم الذي تحقق منذ إعلان المجلس الانتقالي وصولا إلى اليوم اليوم كل القوى المكونات المشاركة في هذا اللقاء سبقا عدلت بكل ما لديها من خلال اللقاءاتها مع اللقاءة بحوار الداخلي والخارجي ويتوج هذا الجهد اليوم بهذا اللقاء التشاوري الذي يؤسس كما قلت لمرحلة جديدة وفي حضر ماوت بارك المواطنون في المحافظة انطلاق أعمال اللقاء التشاوري الجنوبي في العاصمة عدن وقالوا انهم يعملون بان يخرج اللقاء بما يحقق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته بالنسبة لهذا اليوم 4 مايو يعتبر يوم وطني للجنوبين جميعا وانتيت لما صف الوحدة الجنوبية وهذا اليوم يعني يعتبر ميثاق شرف وعزة وكرامة لابناء الجنوب جميعا ونحمد الله انوحدهم على هذه الكلمة ويخرجوا ان شاء الله بمخريات مطلحة الناس ومطلحة الشعب جميعا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكون متحقق في كل اهدافه ويحقق للشعب هذا الذي يتمنى وهذا امنة كل جنوبية يا اخي ما لا امنتي نحن بغينا الحوار ينجح كل الجنوبين الى سلطة اي واحد نحن عتكريين من سلاسة وسبعين ندعفوا ان من واحد وسبعين نحن عتكريين في الصحار متبنيوا كل حاجة الآن فقدنا كل المصالح الجنوبية وكل الحوارات حقنا وكل الاشياء راحت حقنا الآن طالب بس عادة الدولة الجنوبية نعبر عن فرحتنا لهذا الحوار او اللقاء الجنوبي الذي يحدث الآن في عدن توافد كل المحافظات الجنوبية وكل المكونات وتداعيها الى هذا الحدث التاريخي في عاصمتنا الابدية عدن وهي ان شاء الله سوف تخرج بثمار طيبة وهذه هي فرصة طيبة تفقد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية مبخود بن مواضي بمعية رئيس هيئة الاركان العام الفريق ركن صغير بن عزيز تفقد سير العمل في ميناء منفذ الوديع البري بمدرية العبر بمحافظة حضرموت وجرى خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل في جمرك الميناء واجراءات تخليص المواطنيين بمكتب جوازات الميناء والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمنفذ كما تمت مناقشة آلية تطوير المنفذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين وتحسين الإرادات ومعالجة أوضاع المنفذ لتوحيد المهام الأمنية لمنع تداخل المهام أكد الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية أعرب الفريق الحكومي المسؤول عن ملف المحتجزين عن استعداده المشاركة في الاجتماعات المخصصة لمنف المحتجزين والمحدد موعدها لوضع حد لمعاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية وطلب الفريق الحكومي في بيان له الأمم المتحدة واللجنة الدولية لصليب الأحمر بالاستمرار في جهودهم الطيبة وإجبار الميليشيات على الالتزام بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق ستوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الطرفين وهن الفريق الحكومي نيابة عن القيادة السياسية المناضل اللواء فيصل رجب بالخروج من سجون الميليشيات مؤكداً التزامه تام بالسير قدماً من أجل تفريغ السجون وإغلاق هذا الملف الإنساني وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل كما أعلن الفريق الحكومي المفاوض جاهزيته لتطبيق برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين وذلك استناداً إلى اتفاق ستوكهولم ونتائج الاجتماع السابع لللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المعقود في سويسرا وأشار الفريق إلى التضحيات التي قدمتها الحكومة من أجل جمع مئات المحتجزين بأهالهم الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الماضية مؤكداً انفتاحه وترحيبه بأي مبادرات صادقة للإفراج عن المزيد من المعتقلين والمختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية بعيداً عن المساومات والتوظيفات السياسية غير المشروعة النشر متوصلة وفيها بعض فاصل قصير بعد هجر دام ستة عوام الحياة تعود إلى شواطئ مدينة ميدي أهلاً بكم من جديد عادت الحياة إلى شواطئ مدينة ميدي بعد غياب دام ستة عوام جراء الحرب ومخاطر الألغام البحرية الحوثية التفاصيل في هذا التقرير وصلنا إلى هذا المكان كانت تغمره السعادة حقيقة لأننا وصلنا إلى المكان الذي لم نوصل إليه منذ ست سنوات في رحلة إلى الجزء المفقود يعبر هذا الطفل الجسر الفاصل بينه وبين عناق البحر على شاطئ ميدي ليشاطر أقرانه اللعب بكرة لم تترك لها ألغام الحوثي مساحة كافية هنا على هذا الجسر وتحت هذه الأعرشة يستيقظ الحلم بعد سبع سنين فصلت جسر الحياة بين البحر والأرض سمرة الأطفال تخالط الصدأ الذي رسبته القطيعة كرهاً بينها وبين أحلام طفولتها إنها الحرب حين تفرض صوتها لتقتل الحياة وتعزل كل شيء عن سلوكه حتى الأطفال تفرض عليهم عزلة عن شغفهم بالحركة والترفيه واللعب كأبسط حق من حقوق طفولتهم البرية شريطنا ساحلي يمتد من بلدة ميدي بمحافظة حجة في الساحل الغربي للبحر الأحمر وصولا إلى سواحل محافظة المهر الواقعة بالبحر العربي بطول يتجاوز الألفي كيلومتر دمره الحرب على مدار ثماني حجاج غيرت كل ملامحه حتى البحر ينتابه الخجل لأنه فقد زواره بعد ألفة السنين رغم سعة المكان على الشاطئ إلا أن يد الحرب قلصت مساحة الأمان وهي الجزء الذي تم تأمينه بعد نزع أكثر من خمسين ألف لغم بحري فضلا عن اعتراض الزوارق البحرية المفخخة إنها جرعة الإجرام الحوثية التي نالت منها مدينة حرد وشاط أميدي نصيب الأسد فهما الأكثر تلوثا بالألغام والأجسام المنفجرة شعوري سعيد جدا وصلت لهذا المكان وأنا وصلت له آخر مرة تقريبا قبل 9 سنوات وفضعت أشهر ووصلت له أنا قبل الحرب بشهرين فعندما عدنا الآن له وجدناه مدمر لا يوجد مرافق تامة لا يوجد مكان لعب إنها حرب عبثية قطعت أوصال اليمن وهما حرم ملايين اليمنيين من الوصول إلى أماكن الترويح ومواطن الاستجمام والتمتع بالمناظر الطبيعية والمعالم التاريخية ذلك جزء بسيط من جريمة الحوثي التي طالت كل المستويات عمل الآن نذهب إلى أخبار الرياضة أكدت صحيفة تليغراف البريطانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح قريبا من الانتقال إلى الدور السعودي وتمثيل نادي الهلال بداية من الموسم المقبل وعفقا للصحيفة البريطانية الشهيرة فإن ميسي سيحصل على راتب للانتقال للنادي السعودي يبلغ 320 مليون جنيه السريني سنويا وأضافت تليغراف في أنه حال النجاح الصفقة سيكون ميسي الرياضي الأعلى أجرا في التاريخ نهاية النشر هذا تذكير بأبرز العنوين العاصمة آدن تشهد انطلاق اللقاء التشاوري الوطني الجنوبي محافظ حضر موت يتفقد منفذ الوديع البري ويناقش آلية تطويره وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين ومعالجة أوضاعه الفريق الحكومي يؤكد السادادة والانخراطة باجتماعات ملف المحتجزين في موعدها المحدد اشتركوا في القناة